تقدم إلى رسول الله شاب فقال يا رسول الله ائذن لي بالزنا فقال ائذن لي بالزنا وتعرفون القصة قال الحبيب ادنه كان في الأخير ادنه فلما وصل إليه قال اترضاه لأمك قال لا يا رسول الله قال ولا الناس يرضونه لأمهاتهم ثم استمر في محارمه قال ولا الناس يرضونه في أخواتهم في بناتهم في ثم وضع يده على صدره ودعاله من العلاج أن يخشى الإنسان من أن يبتلى في بنت أو نحوها اثنين استحضر أن الله يراك عند أي خطوة من خطوات الزنا وأولها النظر أولها النظر الله يراك الثالث تذكر أن معك الشيطان الذي أزك وزين المنكر لك وأطعته طيب معك ملكين يا شيخ وليه يا أخي ما أطعتهم تذكر كتابتهم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد منها الفرار إلى الله عند ما تتملكك الشهوة والنظر وتريد تذهب فر إلى الله يا رب وناده بعين دامعة رجل ذكر الله خاليا ففاضت عينه تذكر أيضا من العلاج يوسف هيت لك هيت لك مع ذا الله إنه ربي أيضا أيها الحبيب منها الزواج وهذا السبب الأول تزوج لأن العفاف هو الذي يعصمك من هذا الانحراف العفاف وكان من سؤال الحبيبي اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى من العلاجات تأمل في عاقبة الزنا في الدنيا وفي الآخرة ومن عقوبات الزنات نسأل الله العافية والسلامة الأمراض المستعصية